وإن مما يشرح الصبر ويحقق السعادة للعبد عبادة الله عز وجل الإيمان بالله والعمل الصالح لذلك الله عز وجل يقول في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة قال العلماء هذا في الدنيا الحياة الطيبة والحياة السعيدة وفي الآخرة ونيزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحينه حياة طيبة سعادة في الدنيا ونيزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولذلك الصحابة والصالحون والسلف الصالح كان يجدون الراحة والنعمة في عبادة الله عز وجل ونقول له سيدنا حسن رسابت وهو يعتز بعبادة الله وينهج في قلبه السعادة والراحة النفسية فيقول وهو خاطب ربه بأجياء من الشعر بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيري سأنسي بالرضى شوقي وأشرف أنني عبدك وأهته في جبين الدهر حين يقال من ربك إلهي خالق الإصباح أشرف أنني عبدك إلهي خالق الأقوان عزي أنني ملكك انظروا لنجوء الله عز وجل العبادة أنظر مما يشح الصدر ويحقق السعادة الصلاة الصلاة فإن الصلاة والله من أعظم النعمة والشقي المحروم الذي حرم نعمة الصلاة أي نعيم ينعم به ويا سعادة ينعم بها تارك الصلاة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في آخرات الصلاة وما ملكت ألمانكم وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة يقلب عيناه نحو الشمس نحو السماح حينما يأتي وقت صلاة فيرد إلى بلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها بلال انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم يجد الراحة النفسية في ماذا في قربه من ربه واليوهي للصلاة أرحنا بها يا بلال ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة أن أسعد شيء له صلى الله عليه وسلم الصلاة الرزق بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه قل علماء تفسير جاء بذكر الرزق مع الصلاة لأن الصلاة تسبب من أسباب الرزق ولذلك الصالحون وعباد كانت سعادتهم حينما يؤذن مؤذن ويجعلن الصلاة وكان بعضهم يقول في كتاباته مسكين الذي لا يصلي مسكين الذي لا يعرف طريق المسجد لا حي الله من لا يعرف طريق المسجد لا حي الله من لا يعفر وجهه في الطلاو أو في المسجد خمس مرات نعم الصلاة والصلاة مينوحش حصدر في حق السعادة نعم 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 مباووووووووووووووو. مباووووووووووووو. مباوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سي Angst 2024 거부 سي gost Ulf السيطرة الفصوص سيطرة في النديد يذرة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة